مشاهدين أولا الحديث عن استمرار الدمار في الموصل وعدم إفاء الحكومة بيعودها بإعمار المدينة معنا من فينا الكاتب والصحفي العراقي السيد زياد السنجري سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أهلي الموصل يشتكون من دمار البناء التحتية وبقاء الأنقاض والدمار داخل أزقة المدينة وأحيائها ألم تعد الحكومة سابقا بإعادة إعمار المدينة وإعادة النازحين إلى مناطقهم لماذا لم يتحقق أي شيء حتى اللحظة؟ حقيقة سيد الكريم أشبت من الأرقام صحيحة وأود أن أضيف إليها أرقام أخرى فيما يخص مدينة الموصل ومحافظة نينوا بسرعا بمحافظة نينوا لدينا عشر مستشفيات رئيسية دمرت تسعة منها بالكامل لم يعد إعمار أي مستشفى من التسعة المدمر الرئيسية والمستشفى الوحيد المتبقى والمستشفى الألماني الذي كان قيد الإنجاز في مدينة الموصل أنشأ النظام السابق قبل 2003 خمسة جسور في مدينة الموصل لم تستطع الحكومات المتعاقبة ليس فقط إنجاز جسور جديدة وإنما لم لحد هذه اللحبة مرور خمس سنوات لم يعد إعمار الجسور الخمسة بشكل نهائي وتام لحد هذه اللحبة مطار الموصل أيضا نفس الحالة الحقيقة لدينا 54 ألف منزل لدينا 52 ألف محاملة تعويض منجزة بالكامل ولكن الإدارة المحلية في محافظينهم والإدارة المركزية في بغداد لم تعمل على إعادة تعمار منزل واحد فقط الحقيقة غياب البنى التحتية أضرغ المدينة بشكل كبير هناك نعم تقليل طرق في بعض الأحيان تشجير إنارة ولكن هذه المشاريع ليست بحجم مدينة هي ثاني أكبر من العراق بعد العاصمة بغداد لا تتناسب مع حجم وسكان هذه المدينة ومكانتها لا توجد بنى حقيقية بنى تحتية عملاقة تتوازى أو توازي مع السكان والمساحة إلى آخرين من الأمور التي يمكن أن تعمل على إنهاء معاناة المواطن سواء في التنقل في المجال الصحي في المجال التربوي في المعامل والمصانع خاصة إذا ما علمنا أن لدينا 270 معمل ومصنع مدمر في محافظة لينة ومدينة الموصل لم يتم إعانة أعمار ولا مصنع ولا معمل واحد في هذه المحافظة بالصورة عامة نعم سيدك نعم هنا أيضا الصورة التي تكلمت بها والدمار الذي يعم المدينة صورة واضحة بالنسبة للعالم أجمع اليوم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وفي كلمته بالأمم المتحدة لم يتطرق إلى حجم المشكلة التي تعيشها مدينة الموصل ويعجز عن إعادة إعمار مدينة الموصل لماذا اختار تجميل الواقع في العراق رغم مدينة الموصل ومحافظة لينوى من المحافظات العريقة في العراق والعالم أجمع يعرف ما الذي حصل في المدينة والمحافظة كلها نعم سيد الكريم العراق يتدير الترتيب العالمي في أسوأ دولة من ناحية الشفافية أسوأ دولة من ناحية الجواز السفار أسوأ دولة في اتحاقات حقوق الإنسان والصحفيين وإلى آخرهم الأمور مدينة الموصل هي من أكثر المدن العراق للأسف فيها ملفات فساد حسب تقارير رسمية من قبل النزاهة التي تنشر دائما بشكل دوري كل شهر عمليات المداهمة والتبتيج والاعتقال والتحري والذي الجداوى الخاصة تصدرها في بغدال هذه المدينة الحقيقة رغم الجهاء الحربية منذ خمس سنوات واهتمام العالم لكن عدم وجود ثقة بالحكومات المحلية عدم وجود ثقة بالحكومات المركزية في منح الأموال لإعادة إعمارها يعني بتعبير الأداء مطار الموصل منذ سنوات خصص له 300 مليون يورو من قبل الجانب الفرنسي لكن الجانب الفرنسي اشترط على مدينة الموصل أن يكون الإعمار بيده الإشراف على الإعمار وليس تسليم الأموال ومنحها إلى الإدارة المحلية والمركزية مما جعل الحكومة المركزية تستبدله بشركات أخرى يعني تركية هناك لدينا مشكلة أيضا في القربة الكويتي والقربة التركي لبناء مستشفى بنسينة والزهراوج في مدينة الموصل وهي من أكبر مستشفيات في مدينة طبم الحقيقة رفضوا أيضا تسليم تلك الأموال إلا بشروط وهي شروط أن يكونوا هم المشرفين على بناء تلك المستشفيات وهذا أمر الحقيقة لم رغم أنه مقر ضمن الميزانية 2022 سيد الكريم لدينا ست ميزانيات في محافظة نينو والآن أصبحت الميزانية السابعة هي الدعم الطارق ولدينا أكثر من تريليون دينار مخصصة لمحافظة نينو أيضا مع عدل الأخرى ولا يوجد في الأفق مشروع استراتيجي واحد في مدينة الموصر أو محافظة نينو هناك مشكلة كبيرة هناك عدم اهتمام من قبل الحكومة المركزية رغم أن هناك اهتمام دولي ولكن هذا الاهتمام ينحصر مع تسويذ الحكومة المركزية والحكومة المحلية لقضايا مدينة الموصر ومحافظة نينو نعم وضحت الصورة بأن الحكومة تنصلت عن إعادة أعمار الموصل ولكن في المقابل هل استضاع أهلي الموصل الذين أعادوا أعمار منازلهم بجهود ذاتية من الحصول على تعويضات مناسبة يعني هم خاطروا بأنفسهم وعادوا إلى مناطق خطرة جدا لا تزال هناك جثث داخلها لا تزال ربما عبوات ناسفة هل يعني أليس من المفترض أن تتحمل الحكومة إعادة الأعمار وتكاليف نقل وإعادة أو تعويض أعطاهم تعويضات الحقيقة ملف التعويضات هو من ملف الشائفة وهو يحل المشكلة كبيرة في مدينة الموصل والمحاضر خاصة وأن الذين أكثر من 50 ألف معاملة في سبب الروت وفي قصة والخطر وتصريح الأم إضافة إلى دخول ملف آخر تعقيد آخر وملف المساعلة والمعادلة الذي يجعل كل شخص بطريقه بأخرى متهم بأنه حتى يدفد قراءته وهو ملك معقد والروتيني ويستغرق سلوات طويلة ناشدنا الجهات ذات العلاقة للأسف تعقيدات كبيرة وضعتها وعراقين والروتين قاتل وضعتها من حكومة المركزية وصد عجز كبير من قبل إدارة المحلية لفتح هذه المسألة في مدينة الموصل المحاضر وطنيني وطلق عنون وحيد من نوعه في العالم والوحيد من نوعه في العراق لا تنجز أي معاملة يعني حتى خط المولدة عندما شخص يريد ينتقل من منزل إلى آخر ويسحب خط مولدة عليه أن يلطق أمنيا لدى الاستخبارات والأمن المطل تخيل سيد الكريم لذلك معاملات التعويض الحقيقة لم تصرف وهذا أمر وكذلك معاملات وسرعة إنجاز عودة النازحين والكثير من العراقيل التي وضعت من أجل استثباب الأمن هناك حالة إيجابية سيد الكريم وهو قيام الميسوريين والتجار من أبناء مدينة الموصل في عادة المستوصفات والجوامع والمساجد والمدارس على حساب بجهود ذاتية وهي من أسرع المدن في العالم استعادة عافيتها ولكن بجهود ذاتية أعيد وأكرم ليس بدعم حكومي من قبل الحكومة المحلية والمركزية وإنما بعض المنظمات وكذلك الخيرين من أبناء مدينة الموصل ورغم الوعود وانطلاق عملية عادة إعمار مثل جامع النبيونس ولكن الآن تبين بأن من سيقوم بعادة إعمار جامع النبيونس وجامع أمور الأسول والكثير من المساجد والجوامع هم الميسورين والمنظمات الخيرية الإنسانية في مدينة الموصل ومن أبناء الموصل من داخل وخارج المدينة وخارج المدينة نشكركم الشكر جزيل من فيينا الكاتب والصحفي العراقي سيد زياد سنجري شكرا جزيلا لك